موسيقى 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 السلام عليكم اهلا بكم في الحلقة ال32 من PMP واخر محور P Process ايه هي السبغة و ايه هو الماستر باج و ايه الفرق ما بينهم و ايه هي انواع الماستر باج كل اللي محتاج تعرفوا عن الماستر باج هتلاقيه في الحلقة دي موسيقى لسه احنا في المرحلة الاولى في مرحلة التجهيز و مرحلة التجهيز الخامة و من المعلومات المهمة اللي لازم تعرفها في المرحلة دي هي السبغة او الماستر باج وايه فايدته او تستخدمه ازاي الماستر باج هو خليط من السبغة باللون اللي انت عايز تلاقون به البلاستيك مع بعض الاضافات زي مساعد الانتشار وغيرها محملة على بعض حبيبات من نفس الخامة اللي انت بتبقى عايز تسبغها بمعنى ان انت في اغلب الاحيان ما بتضعش تستخدم السبغة على الحالتها الاصلية فبتضطر تحملها على جزايقات من الخامة وبتضيف لها بعض الاضافات زي مساعد الانتشار وغيرها و تكون ممزوجة مع بعض جزايقات من الخامة نفسها من نفس نوع الخامة اللي انت بتستخدمها يعني لو شغال من خامة محمل على خامة برده و لو شغال خامة زي فالمستر باتش المستر باتش بيبقى مركز جدا عدتهم بيضاف من امسو في بعض الحالات اقل من كده كمان لذلك في اغلب الاحيان كتير من الناس ما بتدقش ازا كان اصل الماستر باتش ده محمل على خامة من نفس النوع الخامة اللي هما شغالين بيها ولا لا على اعتبار ان النسبة اضافته بتكون قليلة جدا وكمان نسبة الخامة من الخليط ده فبتبقى اقل كمان يعني لو انا بضيف مسلا نسبة واحد في المية فنسبة الخامة منها بتبقى اقل من النص فبالتالي بتبقى نسبتها ضئيلة جدا لا تسكر فعشان كده لو الخامة اختلفت عن الخامة اللي انا بسبق بيها ممكن ما تقصرش على الخامة او المنتج النهائي وخصوصا في الخامات المتشابهة يعني لو شغال من خامة ممكن استخدم مستر باتش محمل على او سيان مش هتفرق ونفس الحكاية بالنسبة الاي بي اس والبوليستارين برضو مش هتفرق ومش هتعمل مشاكل في المنتج ولكن امتى ممكن يحصل لك مشاكل من في حالة اختلاف الخامات لو انت مثلا جاي بمستر باتش محمل على وهتستخدمه في مادة مثلا زي بتحتاج حرارات عالية جدا وزروف تشغيل قصية ما تستحملهاش البولياثيلين ولا المستر باتش اللي بيبقى معمول من البولياثيلين بيبقى مجهز لتحمل الاجهادات دي كلها فبالتالي ممكن تلاقي مشاكل يقيمة في التكفيف او في التشغيل نفسه وده طبعا بنعكس عليك على مشاكل في المنتج النهائي فاول نصيح ان انت لو مش لاقي مستر باتش محمل على نفس نوع الخامة اللي انت شغال بيها خد اقرب حاجة لها ما تاخدش حاجة مختلفة يعني بوليوبروبلين وبولياثيلين نفس العيلة اي بي اس وبوليسارين نفس العيلة وهكذا المستر باتش ممكن يتقدم لوحده كسبغة بس وممكن كمان يحمل عليه بعض الاضافات زي الملمعات لاضافة لمعة خاصة للمنتج او لابريكنس مشاحمات زي في حالة العيلة بالتلاجة او عيلة بالطعام عشان تقلل التساق الطعام بالعلبة فتسهل عملية النظافة وممكن كمان اضافة فيلر يحل محل الخام عشان يقلل التكلفة السابغة ممكن تكون بودرة وممكن تكون في هيئة خرز ماستر باتش ايه الفرق ما بينهم المستر باتش بيبقى سابغة زي بعض اضافات المواد الوسيطة اما البيجمنت فبيبقى سابغة فقط المستر باتش بيبقى محمل على بعض حبيبات الخامة اما البيجمنت فبيبقى سابغة فقط من غير خامة المستر باتش استخدامه بيكون نظيف جدا وبيأثرش على مكان الخلط او التخليط اما البيجمنت فبيلوس المكان حواليه وبيأثر على مكان الخلط وبيحتاج مجهود كبير جدا في التنظيف تغيير اللون في الماستر باتش بيكون سهل جدا وسريع وبيكلفش كتير لكن في حالة تغيير اللون مع البيجمنت في الحقيقة بيبقى مجهود كبير جدا في تنظيف الخلاط أو تنظيف الفرن نفسه في المكانة في حالة الماستر باتش تقريبا ما بيبقاش فيه هالك أثناء الخلط أما في حالة البيجمنت في الحقيقة بيبقى الهالك كتير جدا من كتر التصاق حبيباته بكل جدار هو بيختلط فيه عشان تحسب تكلفة الماستر باتش لازم تحسب تكلفته بالنسبة الخامة اللي انت بتستخدمها بمعنى بتستخدم قد ايه ماستر باتش لكل كيلو خامة مش كفاية ان انت تشوف سعر الكيلو في الماستر باتش هنا كام وسعر الكيلو كامل لان ممكن يبقى انت عندك شركة بتقدم لك ماستر باتش رخيص بس تركيزه قليل تحتاج تحط منه 3% لكل كيلو عشان تديك السابغة او اللون اللي انت عايزه في حالة ان انت ممكن تبقى عندك شركة تانية بتديك ماستر باتش نسبيا غالي بس بيبقى تركيزه عالي جدا ما تحتاجش تحط اكتر من 1% ففي الحالة دي التركيز العالي حتى لو سعره اعلى شوية بيبقى ارخص لكل كيلو بالنسبة للي تركيزه قليل لان انت في الحالة الماستر باتش الرخيص هنا بتحط 3 اضعاف الكمية اللي بتحتاج تحطاها هنا فحتى لو الغالي ده بيبقى ضيع في السعر في الرخيص ففي النهاية هو بيبقى ارخص لكل كيلو بلاستيك انت بتستخدمه من ضمن المواد اللي بتضاف للماستر باتش منع التساق زي ما قلنا في الاول اللي بيستخدم في منتج زي علب الطعام عشان يقلل التساق الطعام بالعلب لسهولة النظافة ومادة زي الانتيستاتيك اللي بتقلل الكهرباء الاستاتيكية على المنتج عشان ما لتساقش عليه الاتريبة يكون دايما براق ويمكن كمان اضافة اليو في للحماية من اشعة الشمس وبالمناسبة اللون الاسود في حد ذاته هو مانع لأشعة الشمس بنسبة تصل لتلاتين في المية او حسب تركيز الماستر باتش نفسه ومن ضمن الخامات كمان اللي تضاف للماستر باتش مانع اشتعال وده بيستخدم في المنتجات اللي بتتعرض لحرارة عالية او ممكن تعرضها اللهب مش المعلومات الفنية عشان الجماعة الكيميائيين ما يزعلوش مننا انما عشان دي من ضمن مرحلة التجهيز فلازم تبقى عارفها من ضمن المعلومات اللي هتستخدمها اسناء المرحلة التجهيز وبكده يبقى عرفت كل حاجة محتاجت تعرفها في المرحلة دي عن الماستر باتش ومستانيين رسائلكو لو عجبك حاجة تبعت لنا ولو ما عجبكش حاجة برضو ببعت لنا وقول لنا اقتراحتكم نشوفكم الحلقة الجاية السلام عليكم